مجال الذكاء الاصطناعي مجال الذكاء الاصطناعي المشبهة لشات جي بي تي ولكنها مفتوحة المصدر لا سيما دخول التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من المجالات كالطب والصناعة والزراعة والتجارة والترفيه وغيرها ولا يمكن تجهل التحديات والمخاطر المصاحبة لتقدم هذه التكنولوجيا فقد أكد خبراء هذه الصناعة ضرورة أخذ العلماء والمهندسين مسؤولية تطوير الأنظمة الذكية بأسليب مستدامة وأمينة كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش من دور الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات المضللة والكرهية ويلحظ أن الذكاء الاصطناعي يشكل مجالا مبهرا وحيويا يشهد تطورات متسارعة فالاستخدام الصحيح والآمن لهذه التقنيات يعد أحد العوامل الرئيسية التي تعزز التقدم التكنولوجي وتحسن الحياة اليومية للناس فهي تلعب دورا محوريا في تحسين الخدمات الصحية وتحسين الانتاجية الصناعية وتعزز من الاقتصاد العالمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر